الميليشيات المنتشرة في العراق والموالية لإيران تعمل وبدعم حكومي على السيطرة على جميع مفاصل الدولة وتحاول زيادة نفوذها لتحقيق مشاريعها وأجندتها الطائفية وتحرص على زرع الفرقة وتأجيج الفتن هنا وهناك زعيم ميليشيات بابليون ريان الكلداني المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية وجه اتهامات إلى الكاردينال مار لويس روفايل الأول ساكو بأنه خاض معارك انتخابية وباع واشترى بالسياسة على حساب الأمن والمستقبل المسيحي في العراق فضلا عن اتهامه ببيع ممتلكات عائدة للكنيسة بينما صرح الكاردينال ساكو أنه والكنيسة الكلدانية برئون من التهم الموجهة لهم واصفا إياها بأنها الدعاءات لا صحة لها ولا يوجد أي سند يثبتها فيما أعلن ساكو تبرؤ الكنيسة الكلدانية من ريان الكلداني وأنه لا صلة له بأخلاق المسيح ولا يمثل المسيحيين بأي شكل من الأشكال وأن تصريحاته المؤسفة تهدف إلى خلق الفتنة الطائفية المقيتة ميليشيا بابليون التي يتزعمها ريان الكلداني متورطة بمجازر مروعة وانتهاكات ضد حقوق الإنسان لا سيما خلال عمليات اقتحام المدن والبلذات وانتهاكات القتل الجماعي والتهجير إضافة إلى الفساد المالي والتغيير الديمغرافي أما ريان الكلداني زعيم ميليشيا بابليون فقد أعلن في تصريحات سابقة له الحرب على مسلمي الموصل مهددا الأهالية بإجراءات انتقامية فضلا عن قيامه بحملة اعتقالات واسعة في المدينة تعمل الميليشيات الموالية لإيران لا سيما ميليشيا بابليون جنبا إلى جنب مع ميليشيا حزب العمال الكردستاني باكاكا المصنف إرهابيا في قضاء سنجار لخدمة مصالحهما في إحكام السيطرة على القضاء بقبضة حديدية لم يستطع السوداني تحديها والدخول إلى سنجار في زيارته الأخيرة للموصل فكيف يتمكن النازحون من العودة إلى منازلهم ما ينظر بتأسيس مقرات تابعة لإيران خارج السيطرة كما هو الحال في جرف الصخر